أهلا بكم نبدأ هذه الجولة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث اختارت صحيفة واشنطن بوست ونيو يورك تايمز العنوان نفسه حرفيا قائد حزب الله يحذر إسرائيل من استمرار الضربات في سوريا أما صحيفة إكسبرس لبريطانيا فرأت أن محور المقاومة الذي يشمل إيران وحزب الله وسوريا يخطط لحرب ضد إسرائيل معتبرة أن هذه الحرب ستكون الحرب العالمية الثالثة ومن باريس ركزت صحيفة لوموند الفرنسية على كلام السيد نصر الله حول الرد على إسرائيل إذا استمرت في استهداف سوريا وقد لفتت الصحيفة إلى الكلام عن كونت الأبيب هدفا للمقاومة في أي حرب مقبلة فيما ركزت صحيفة ليفوي جارو على سخرية السيد نصر الله من مسألة تأخر إسرائيل في اكتشاف هذه الأنفاق إلى الوطن العربي حيث شغل مقاله السيد نصر الله عنوين صحف عديدة من سوريا عنوانة صحيفة الوطن نصر الله في أي لحظة قد تتخذ سوريا ومحور المقاومة قرارا بطعات مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية أما في مصر فقد اختارت صحيفة الأهرام عنوان نصر الله في أي لحظة من اللحظات قد نقصف تل أبيب فيما عنوانة صحيفة اليوم السابع نصر الله يهدد بقصف تل أبيب وباقتحام شمال إسرائيل نختم هذه الجولة من اليمن الذي لم يغب عن حوار العام مع السيد حسن نصر الله حيث عنوانة صحيفة المسيرة السيد نصر الله يشيد بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان ترجمة نانسي قنقر